في بداية شهر يونيو من عام 2020 قامت قناة تلفزيون تيجراي بإرسال مراسليها إلى مدينة شيراندا سلاسي وذلك من أجل متابعة النازحين الذين نزحوا إلى تلك المدينة ومن هؤلاء النازحون هم عائلة السيدة سلاس الإمرأة المسنة التي لا تستطيع النظر وذكرنا حينها أن زوج السيدة سلاس السيد والد قرما قبر كيدان مريض وطريح الفراش وذلك بسبب نقص الأدوية التي كان يجب أن يتناولها آنذاك وأن إحدى بنات السيدة سلاس تعاني من مرض الإيدس والأخرى أنجبت طفلها بصعوبة فحينها ذكرت لنا السيدة سلاس وقالت كالتالي ميتنا هنا سيدنا حمزي في سنة خمين أمبر؟ نحن الآن صحيح أننا على قيد الحياة لكننا كالأموات قالت لنا حينها السيدة سلاس أنهم أصبحوا كالأموات من المعانات والأزمات التي يعيشونها وازدادت معاناتها الآن بوفاة زوجها السيد والد قرما قبر كيدان وبسبب الحصار الذي أدى إلى نقص الأدوية والوقود وانقطاع الخدمات الاجتماعية الأساسية أصبحوا يفقدون كل يوم نازح من النازحين في مخيمات اللاجئين بسبب عدم توفر الخدمات الصحية عانى زوجي من الأمراض لمدة عامين كاملين ولكنه الآن فارق الحياة لم تكتفي عائلة السيدة سلاس من أزمات الجوع المعانات من الأمراض والآن ازدادت معاناتهم أكثر مع فرقان والدهم السيد والد قرما قبر كيدان ولذا السيدة سلاس أصبحت تدعو كل يوم بأن لا تفقد شخصا آخر من عائلتها بسبب المجاعة ومعاناة الأمراض نحن الآن لا نجد أي طعام لنأكله وإن وجدنا شيئا فإنه طعام متعفن نحن لا نستطيع العيش على هذا الحال لذا أنا أطلب المساعدة هذه المعانات التي تعيشها السيدة سلاس وعائلتها هي معانات الكثير من العائلات الذين نزحوا من غرب تيجراي والمتواجدون حاليا في مخيمات اللاجئين والذين أيضا يعانون من أزمات عديدة كالمجاعة وغيرها وعندما أجرينا معهم مقابلات في بداية شهر يونيو كانوا النازحين متأملين بأن يسمع المجتمع الدولي المعانات التي يمرون بها إن ملابسنا والأغراض التي نستعملها هي بفضل سكان مدينة شر انداس اللاسي لطالما قدموا لنا المساعدات ولكن بسبب وضع الحصار المفروض هم أيضا يعانون مثلنا وأيضا مع نهاية شهر يوليو الكثير من النازحين يواجهون خطر الموت بسبب الحصار الذي أدى للمجاعة ونقص الأدوية لذا النازحون يرجون لكل من يهمه الأمر بأن يقدم لهم المساعدات الإنسانية نحن في هذا المخيم منذ عام وأربعة أشهر ونمنا تلقى مساعدات سوى عشر كيلوغرام منها وهي ليست كافية ولذا إن لم تحل أزمتنا سوف نموت من الجو أفاد السيد برحاني قبر إيوسوس المدير للمنطقة الغربية في تيجراي أن بسبب الحصار الذي فرضه الأعداء على شعب تيجراي ومنعهم لدخول المواد الغذائية والأدوية الطبية وخاصة منعهم لإدخال الوقود ازداد موت النازحين في مخيمات اللاجئين في شهر يوليو من 102 إلى 180 هناك الكثير من النازحين في مخيمات اللجوء اللاجئين مما يعانون من المجاعة والكثير منهم قد فقدوا حياتهم بسبب تلك المجاعة وبسبب عدم توفر الوقود لم نستطيع إدخال المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى مدينة مقلة وتوزيعها إلى باقي مدن وقرى تيجراي وكما يذكر أن العديد من الوسائل العالمية ذكرت عن أزمة عدم وجود الوقود الكافي لتوزيع المساعدات القليلة التي أتت إلى تيجراي إلى جميع أنحاء تيجراي